دعا دائب الرئيس السنيني وان تشيشان لعلاقات سنينية أمريكية مستقرة وذلك خلال كلمة بمراسبة الذكر الخمسين للديبلوماسية البيندونغ والتي تشير إلى زيارة قام بها فريق تينس التويلة الأمريكي إلى سين كأول زيارة قام بها أمريكيون منذ تأسيس جمهورة السنين الشعبية في عام 1949 قال وأن هذه الخطوة بدأت مسار وتطبيئ العلاقات السنينية الأمريكية مؤكدا على أن العلاقات شهدت تقدم مطردا على مدى الخمسين عاما الماضية وأن البلدين يمران الآن بمنعطف حرج كما أضاف أن العسين والوليات المتعدة موصلة العمل من أجل علاقات أفضل وتعاون في معالجة القضايا العالمية مثل الوباء وتعافي الاقتصادي والسلام كما ألقى وزير الخارجة الأمريكي الأسباك هيري كيسنجر كلمة عبر الفيديو بهذه المناسبة وأشارك في الحدث أكثر من 400 شخص بمن فيهم من شاهدوا التبادل التاريخي عام 1971 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر